أزمة في القطاع الصحي بسبب النقص الحاد في عدد الأطباء كل يوم 12 طبيب بيقدموا استقالتهم من مستشفيات القطاع الحكومي عشان يحصلوا على شهادة طبيب حر للبدء في إجراءات الهجرة حيال أرقام مخيفة يخرج القطاع الطبي منه ويخرج منه خلال السنوات الثلاثة اللي فاتت أكتر من 16 ألف طبيب في ظل وجود أزمة في العدد أصلا بالتأكيد دي يزيد الأمور سوءا مصر أصبحت من الدول للأسف اللي كثير من الأطباء بيهاجروا منها بسبب تدني مرتباتهم رب تعالوا نشوف تقرير ثم نأخذ